معركة على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت وتراشق وخلافات بسبب الخبر اللي تكلمنا عنه في برنامجنا هنا مبارح بتاع عروض بيع الجنسية المصرية فاكرين انه الملاك عباس كامل كان أصدر تعميم للسامسونج بالترويج للخبر ده وانوش رفي حيطة كتير جدا في صد البلد في الاسبوع في العقارية هوريك بس طول بالك اتفضل اهو اهو ده ايه صد البلد بعد قرار الحكومة الاخير بشأن اللاجئين 10.000 دولار للحصول على الجنسية المصرية اهو الاسبوع 10.000 دولار للشروط الحصول على الجنسية المصرية اللي بعده العقارية 10.000 دولار والتقديم الالكتروني ده كده عدنا لعيب وازح مشطاع كتير جدا على السوشيال ميديا اعترضوا على تسجيل الحصول على الجنسية المصرية علشان السيسي يجمع الدولارات وسصدر اكس هاشتاج اسمه الجنسية المصرية ده صدر اكس اللي هو تويتر سابق والجنسية بكام بعشرة تلاف دولار يا تلحق العرض يا ما تلحقوش زي ما قالت هبة هبة قالت يلا يا هانم يلا يا بي يلا العرض عرضين والخصم خصمين وفرصة اليوم ولا كل يوم يا حبايب الجنسية المصرية بعشرة تلاف دولار والحسبة بتحسب وطبعا هبة مع السوريين فقالت السوريين منورين انت امر يا هبة ازاي بالسهولة دي والمبلغ الزهيد ده الناس بتاخد الجنسية المصرية ده كأنه عرض ده بيتر اللي بيقول بيقولك 10.000 دولار مبلغ زهيد جدا جدا بالنسبة للدول التانية وازاي اتعرض على الناس جنسية مصرية بالسهولة دي احسن تي يا بيتر جنسية مصر بقت ارخص من ثمن عربية ده صاحب الحساب ده اللي كتب بيقول رخصتوا مصر الله يرخصكم دنيا واخرى صارت جنسية مصر ارخص من قيمة سيارة انها مقا كتير من النشطاء اعلنوا رفضهم منح الجنسية المصرية لأي حد بيتفع بالدولار زي ما كتب محمد محمد قال الموضوع المؤخزة حساس جدا عندما نقترب من الجنسية انا مواطن مصر ليه الحق ان ارفض ان يتم منح الجنسية المصرية لمن يتفع بالدولار هذا امر ارفضه وان كانت هزي سياسة الدولة فانا اعترض على بيع الجنسية المصرية اللي لاجئين من اجل الدولار واللي يزعل يغبط رأسه في الحيط ارفض بيع جنسية بلدي لمن يدفع لكن اهدى شوية محمد يبدو انها فعلا سياسة دولة بدليل انتشار اعلانات على السوشيال ميديا باللغة الانجليزية و جايبين كمان موديلز مش رجالة بنات اولا اعلانات انتشرت على السوشيال ميديا و جايبين وبالانجليزي جايبين بقى بنات موديلز كده يعملوا ايه رأيك الاعلان فيه بنتين سيرك مما يقول اللي عاد ده اره انه مناش ضعبين مش محسوب معانا يعني انه ما فيه بنتين واحدة خواجاة خواجاة على ابوه اللي الاولانية خالص هتهميزه كده شوف بقى شوف فن الدعاية بقى دي تكلم الخواجاة دي خواجاة التانية بملامح مصرية فرعونية حلوة عشان بقى ايه بس طبعا حلوة جدا و دي بقى بص بقى تهيبني هنا الله يكرمك عشان نشوف زيك ولا انا غلط ان نشوف اه دي بقى بملامح شوف العينين الفرعونية الشعر الفرعوني حتى الميكب شوف الاعلان بقى لما يبقى ايه بيستهدف الناس انت خواجاة وعايش برا طبعا الخواجاة اللي عايش برا لما يشوف الشكل الفرعوني دا يتهبل و ايه يدفع العشر تلاف دولار زي الحلاوة ما دا فرعوني دي كيلو باترة خلاص اما بقى الجماعة اللي قاعدين بقى في حيطة تانية عايزين خواجات خواجات عشان يبقى يسقوا فيهم فمعاك الموديل الاولانية خلاص هو ورناك معابد يا معل هو ورناك الشوارع وبرضو لو انت ليك غرط تاني ففيه ما يقعد غرط صحيح كان ابيض فابيض لكن ما يوم الاقيك يعني عادي يعني يعني الاعلام معمول حلو بصراحة عايز الصراحة مني ورغم ان انا ما بعرفش في الانجليزي خالص يعني انما النص حلو يعني عجبني صدق او لا تصدق اعلانات رسمية متكلفة عن بيع الجنسية المصري للاجانب مصر كبيرة عليكو قوي مش انا انا بقول كلام ده انا تزعلش مني ده اللي قاله اسلام اسلام قال مصر ام الدنيا للبيع او صاحب البتاع ده يعني قالك اعلانات بيع الجنسية المصري على السوشيال ميديا وقريبا على اي بي وامازون وليس الجنسية فقط لكن كل راديو الشركات وقناة السويس وحتى العائلات المستقبلة قناة السويس لماذا؟ مصر من اغنى دول العالم من يومها لكن مشكلة دائما في ادارتها مصر كبيرة عليكم طبعا ما قدرتش اشتبها فهمت بقى ليه كانت موجة الهجوم على اللاجئين زي ما عرضنا لكم الكزب بتاعهم فيها مبارح ناس كتير على طول ربطت انت بس طول بالك انا هوريك الاعلان تاني انت قاد نسأل الاعلان هورو لك تاني والله لو هورو لك تاني انت عزيز علي ناس كتير ربطت ما بين تصعد نغمة اللاجئين وتسطيط الضوء عليها خير امان خير دي عشان الدولارات زي ما قالت دكتور حساب اللي قال لهم حرام عليكم ما تستهلش بينكم كده عشان كده سلطوا الضوء عن اللاجئين وانهم بيشاركونا في كل شيء كل الدعاية دي عشان عايزين دولارات حرام عليكم مصر ما تستهلش اللي بيحصل لها منكم ارحموها وارحمونا ارحموا شهداء الحروب السابقة ارحموا حضارة سبع تلاف سنة مسحتوها بافعالكم الرقيص يا ولا دل بس يا دكتور ايه ده يا دكتور طب يا ترى ايه موقف اللي جان الالكترونية دلوقتي ويا كانت عاملة حملات ضخمة لطرد السوريين ده اللي كتبوا موكا موكا او موكا كتب بيقول لما تتفعل مع هاشتاج ترحيل السوريين واجب وطني وبعدين الحكومة تعلن عن بيع الجنسية المصرية لما يتعب الدولار سوري اندمجت فكرتها بجد مش تعريض ولجان الالكترونية ده طبعا محمد سعد فيه ناس راحت لابعد من قصة السوريين واللاجئين وربطوها بتهجير اهل غزة زي ما كتب صاحب الحساب ده قال لك معلش سؤال يعني معلش سؤال دلوقتي مصر بتقول لا للتهجير ومفيش حاجة اسمع صفقة القرن والله عليك يا سيسي طب الجنسية المصرية بعشر تلاف دولار ايه رأيك مليون غزة وفي عشر تلاف يعني عشرة مليار دولار وعشرة مليار كمان نبيع لهم شواء وندفق وتدفعهم عنهم امريكا اوروبا والدول العربية وبقى مواطن مصري وعنده شقة ملك ويعملها الخسيس السيسي قررت وراء بعض السمع بتملك اراضي الاجانب الجنسية المصرية عشر تلاف دولار صفقة القرن بفلفلوها زي الشوكولاتة كده وهيكلوها للناس بص ده بقى قالك ايه حلوة الصيغة دي عشرة تلاف دولار حل ده اللي حذر منه النشاطات كتير واعتبرون ده خطر على البلدات على البلد يعني ان حد يشتري الجنسية المصرية زي بقول فارس كده بعشرة تلاف دولار ده احتلال مصر بيقول دي طريقة لاحتلال مصر ده تصريح لاي شخص معاه فلوس ان يشتري الجنسية المصرية ويبقى من حقه يشتري اي شيء في البلد دي ما فيها من اراضي وعقارات حد يفهم الخطورة اللي على البلد من قرارة زي ده حاس في الله ونعم الوكيل ده ممكن كمان الاسرائيليين يشتروا ويتملكوا بفلوسهم ده احمد اللي كتب الكلام ده قالك بعد كده يدخلك الاسرائيلي بجنسية تانية لاجئ وياخد الجنسية المصرية زي ما دخلوا الامارات واتجوزوا منهم واخدوا الجنسية الاماراتية يو برضو يدخل مصر انه اماراتي ويشتري ارض ويستثمر في مصر المهم يعني ما طولش عليك بين شده وجذب فينه شطاق تانية قالوا ان العنوين اللي في المواقع الاغبارية بتاعت العاشر تلاف دولار دي مش صح قال لا يعني الاعلان اللي شفناه بتاع الاستاذتين دول مش صح قالك اه مش صح ليه خير ده بنتين حلوين طالعين اهم بيقولك تعال استثمر وتعال عندنا قالك لا العاشر تلاف دولار صح بس متاخدش الجنسية بعشر تلاف دولار ومالاخدها بالبنتين دول لا اه تاخدها دي العاشر تلاف دي دي رسوم بتدفعها مؤدم عالجنسية في البداية رسوم مقابل انهم بس يبصوا في طلبك من يلقى الكلام ده وسامة قالك مع اني مش طايق ديك ام ليش ايه وسامة في ايه فيه ليه كده يا وسامة ليه ديك ام وديك اب المهم يعني مع اني مش طايق انا بفرح لما حد ديك تبقى باحة الحقيقة يعني مع اني مش طايق ديك ام الحكومة دي لا في السماء ولا في ارض لكن العلم دي ده مضل دي رسوم طلب اخد الجنسية وليست ثمن الجنسية بمعنى ان اللي مقدم طلب مستوفي الشروط فبيدفع رسوم طلب الجنسية عشر تلاف دولار او ما يعادلها بالمصر بعيدا عن الخبر ده المفروض الدولة تصعب الحصول على الجنسية مش تسهلها طب ما قال يا بيبو مجاز اسامة بيفتي مجاز الجنسية كلها شاكب ركب بعشر تلاف دولار لا اسامة طلق ما بيفتيش طلق بقى ان دواه اسامة عنده حق موقع ما تصدقش اقالك ان العنوين اللي انتشرت عن الموضوع ده ومنها عنوان صدى البلد اللي هو بعشرة تلاف دولار الحصول على الجنسية المصرية قالت لك انها عنوين مضللة نصبة يعني عشرة تلاف دولار ده ما تصدقش خبر حصول على الجنسية المصرية مقابل عشرة مضلل مضلل صدى البلد ايوة صدى البلد مش في احمد موسى شوال السؤال بقى يعني طلعت ان دي فعلا رسوم وحاجات كده وبقى لين تخش في المعمعة اه ده بيسحب رجلك يعني بعشرة تلاف دولار وبالتنين دول بنتين دول بس هو السؤال فين موقف الجيش المصري من اللي بيحصل انا ما جبتش الست الجيش المصري ده المهانس اشرف اللي بيقول بيقولك بكل تأكيد الحكومة بتستفز الشعب نفس اعرف موقف الجيش المصري الوطني من الهبل ده كله ايه هو مع المئة مليون مصري ام مع فرد واحد لا مع فرد واحد اشتركوا في القناة